هاي الاهلي محتاج محمد علي بن رمضان? محتاج محمد علي بن رمضان. ليه? عشان الاهلي داخل على محق ومفترق كبير جدا وهو كس العالم الاندية اللي معها 12 فرق من اوروبا وتمن فرق من امريكا الجنوبية. فانت رايح هتنافس في حتة. انت محتاج كواليتي لعيبة. تقدر ان هي تبقى على قد المكان او قد البطولة اللي انت رايح. مافعش النادي الاهلي بقيمته الكبيرة دي كلها. ان انت تروح كس العالم الاندية. ما صوتش تتغلب ماتش او اتنين وتطلع من دول المجموعات بدون تسيب اي بصمة. ليه يا اسلام بقولك كلام ده كله. ما ترجع على الاهلي اخر سنتين مع مع موسماني ومع مع مارس الكولرس. انت فات كاس العالم الاندية والسنة دي. في بعض الاوقات النادي الاهلي كان مفتقد الكواليتي الاعلى من اللعيبة اللي موجودة. الاهلي عمل كل حاجة وخد كل حاجة. بس لو النادي الاهلي السنة جاي ما عندوش كاس العالم الاندية ولا عندو انتر كونتنينتل. زي الفرقة زي ما هي ما ما اتخدش نادة لك هنتخش يدفع فلوس دي كلها. دي من دي من وجهة نظر ان نادي الاهلي دايما بيحاول يعمل اوب جريد للفريق كله. ان هو علشان خاطر هو داخل على مفترق او داخل على بطولة كبيرة. وهي كاس العام الاندية. وزي ما قلت لك جمهير نادي الاهلي برضو بتضغط. طماعة جدا. مش هترضى باي حاجة حتى لو الاهلي اللي راح يلعب احسن في الاهلي في العالم هو جميل الاهلي ما يعني ما ما بترضاش غير بك ده. فهيدي نقطة محمد علي بن رمضان. فنيا مارس الكولر عاوز اللعي برقم تمانية يبقى بيقدر يعمل. ادوار دفاعية ادوار هجومية. ديانج مسلا الناس كابتتكلم ديانج الدفاعين كويس جدا. بس هجومين كل ما ياخدوا الكورة في انصف المساحات. في التلتي الاخير من الملعب الكورة بتقع منه بيعافش سلم كويس. عافش سلم تاخدوا. عافش سلم بتدوران. فهو عاوز الكواليتي بتاعته من الاخر. تبقى شبيهة لكواليتي امام عشور. مع ان انت عندك مران اعطيه رقم ستة وهيلعب امام عشور ومحمد علي بن رمضان. او من وجهة نظري هلعب اكرة ومحمد علي بن رمضان ومران اعطيه وهلعب امام عشور وينجليفت.